السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفة نت كنتمنا فيديو اليوم يلقاكم وانتم في احسن حل اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الحلوة بسيطة وراقية وقد تحضر لنا في وقت واجيز حلوة رائعة فعلا سواء شكلا او لا مدقا نتمنى انكم جربوها غتنفعكم خصوصا في هذه اللحظة الاخيرة قبل العيد راها كتتحضر بسرعة وكتجي لديدة جدا نخليكم معا الفيديو على بركتي الله في اناء العجن نوضع قبصة من الملح ثم نضيف زبدة نحتاج نصف علبة ما يعادل 125 غرام غتعملوا زبدة دي العلبة والزبدة الحيوانية كي بقى لكم الاختيار لكن دائما يستحسن استعمال مالغارين او لا الزبدة النباتية كنحتاجو كأس الا ربع من السكر دائما الكأس القياس دياله 150 ميليليتر كنحتاجو كيس من السكر بنكهة البانيلا من وزن 7 غرام ونصف ثم من بعد غادي نجيو هنا سواء غادي تخلطو باليد غادي تخلطو بالخلاط اليدوي ممكن تخلطو بالخلاط الكهربائي كما ممكن انكم تخلطو ملعقة خاشبية لكن دائما يستحسن اننا نخلطو باليد فراكن تحكمو في الخليط اكتر وكيجينا سهل جدا فانه يتجمع اما يلا استعملتو الخلاط يداوي راكب قاتل تسق في الزبدة وكيجي صعب جدا عدنا هنا تقريبا تلوتي كأس من الزيت يعني اكتر من نصف كأس بقليل هنا الكأس دائما 150 ميليليتر كنضيفو الزيت على بركتي الله وكنحاولو اننا كذلك ندمجو الزيت مع الزبدة والسكر والمكونات الاولى حتى كتندمج جيدا مع بعضها ومن بعد هنا دائما كنخدمو باليد من بعد على بركتي الله كنحتاجو الحبتين من البيض كنضيفوهم مع الزبدة كذلك وكنحركو جيدا حتى كنحصلو على واحد الخليط متجانس وكيكون خليط املس حاولو نخدمو الزبدة جيدا وضروري انها تقوم درجة حرارة المطبخ باش تنساجم لنا بكل سهولة مع المكونات من بعد كنجيبو كأس من دقيق الكأس القياس ديالو 150 ميليليتر كيوزن 100 غرام من دقيق المهم كأس اللي اختيتو به القياسات تخودو كل القياسات كنحتاجو كيس خميرة حرويات بيكين باودر من وزن 8 غرام كنحاولو اننا نغربو الخميرة في الدقيق كنخلطو الخميرة مع الدقيق باش كتعطينا المفعول لها اكتر غادي نوضعوها جانبا ونمرو باقي المكونات من بعد كنحتاجو هنايا الكوكاو او الفول السوداني لمحمر او لمحمص او مطحون على هات الشكل غادي نعملو اربعة ملاعق كبيرة كيعطيوه حد طعم جد مميز في الحلوى كذلك غادي نضيفو الشعريات الشوكولاتة غادي نضيفو كذلك اربعة ملاعق يكونوا كبار والشوكولاتة ضروري انها تكون باردة احتفظو بها في التلاجة عفوان خصوصا ان الجودة بس صيف غادي نضيفو اولا الخليط ديانا اللي عملنا الدقيق مع الخميرة من بعد غادي نضيفو كأس ثاني من دقيق وغادي نبقى نضيفو في الدقيق دائما راه دقيق مغربل اي منخول يعني ضروري يكون مغربل وهنايا غادي نعطيكم الكيمية اللي حتاجيت انا بالضبط انتو ما غا تحتاجوا ممكن بحالي ممكن اكتر مني وممكن كيمية اقل مني على حسب النوعية والجودة ديال الدقيق اللي استعملته بالنسبة هنايا هذا هو الكأس الرابع اللي كنضيف فيه الان يعني لحد الان نضيفنا اربعة كؤوس دائما الكأس باش خدين القياسة 150 ميلي لتر وهذا هو الكأس الخامس غادي نضيف منه غير نصف كما لحتو معايا يعني في المجموع محتاجينا الاربعة كؤوس ونصف من دقيق غادي ندخلو كذلك الدقيق في الخليط ديالنا جيدا ونعجنوه هنايا كما قلت لكم راه ممكن تحتاجوا قل مني مهم الخالي ديال حلوه رخصها تبقى ليينه وما تكونش سلبه من بعد ما كتجمع لنا العجينة على هاد الشكل يعني كنشكلو بها واحد القورة كتشكل غادي ندوزو الان باش غادي نحضروها كنحتاجو لها الطبعه ديال طبعه ودقيق كنوضعو الطبعه في الدقيق كل مره ضروري باش ما تلتصق لناش معالي حلوه ونبدو ناخدو العجينة نشكلوها لها هاد الشكل بشكل دائري وكنجيبو الطبعه نوضعوها في الدقيق وكنوضعوها في العجينة وكنحاولو ندورو شوية الطبعه باش يجينا شكل ظاهر في الحلوه نلاحظو معايا شوفو من اللي كنوضعوه كالطبعه كندوروها نتمنى تكون طريقه واضحه وبنفس الطريقه غادي نستمر دائما في كل مره كتوضعوها في الدقيق باش ما تلتصق لكمش مع العجينة نوضعوها وكندورو كنطبعو احنا كندورو ومن بعد هنيا كما كتلاحظو معايا غادي نحتاج اللوز اولا الكوكاو اولا اللي متوفر عندكم ممكن ايضا تعملو حفرة ومن بعد ما تنضج تعمروها بالشوكولة كي بقى لكم الاختيار من بعد هنا في نفس الوقت رحنا حمر اه دعملنا الفرن يسخن عفوا على اعلى درجة حرارة فرن غازي ولا كهربائي ومن بعد غادي ندخلو الحلوه دينا هنعملو النار من الاسفل حتى كنت تحمر من الاسفل من بعد كنعملو النار من الاعلى باش تحمر قليلا من الفوق وكما لحتوا معايا انا كنوضع هنيا حبات من اللوز ممكن تعملو اللي متوفر عندكم يعني ماشي ضروري اللوز ممكن تعملو الفور السوداني اولا الكوكاو مما اننا عملنا فيها في الداخل وطبعا فرن غازي غادي تعملو درجة حرارة خفيفة وفرن كهربائي غادي تعملو مية وستين درجة مئاوية يعني بعد ما خرجتها من الفرن تحمرات من الاسفل ومن الاعلى ما كنحمروهاش بزاف كنخليوها شوية يعني تاخد غير اللون الذهابي وادا الشكل ديالها النهائي راها كتجي رائع وكتجي شيشة متأكدة مية في المياه غادي تعجبكم انتم منا تجربوها في هاد العيد راها كتجي لديدة لديدة بزاف غادي تعجب صغار وكبار انتم منا دائما نبقى عند حسن دانكم وتبقاوا دائما اوفي القناة وطبعا كالعادة راني غادي نقطع لكم واحد القطعة باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل قبل ما تجربوها تكونوا مطمئنين ان النتيجة غطر ديكم مية في المية على بركتي الله ها هي الحلوة شفتوا معايا راها كتجي رطبا وهشيشة ولد لا تقاوم راكم كتعرفوا الحلويات لكي يكون فيهم الكوكاو او للفول السوداني كيفاش كي يجي ولدات نتمنى دائما تبقوا اوفي القناة مع لي الا نخليكم الان ونضرب لكم موعد في فيديو قادم وفصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته